صدق نواب الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق الأول بإنشاء صندوق للإفثمار وإعادة الإفثمار الاستراتيجي في شات والثاني يتعلق بتعديل شركة المحروقات التشادية اللامناسبة رأسها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حارون كابادي تقرير محمود حسن سمو بهدف عنعاش الاقتصاد الوطني في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية ومالية فقد صوت نواب الجمعية الوطنية خلال هذه الجلسة العامة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على أمر صدر في عام 2017 يتعلق بعنشاء صندوق الاستثمار وإعادة الاستثمار الاستراتيجي في شات حيث صوت 110 نائبا برلمانيا لإعتماد المشروع بينهم تنع عن التصويت 25 نائبا برلمانيا في حين لم يصوت أحد بلا هذا ورغم اعتماد المشروع إلا أن أسئلة بعض النواب التي طرحت لأمينة الدولة في المالية بناتا جالسو تمحرت في جلها حول بعض المخوف التي قد تنجم من سوء إدارة أموال هذا الصندوق لذلك فقط طالب بتكوين لجان مستدامة بهدف مراقبة أمواله في ردها أمينة الدولة أكدت بأن الوزارة ستأخذ بعل اتبار هذه المطالب التي تقدم بها بعض النواب هذا وبعد اعتماد هذا المشروع مباشرة فقد شرع النواب أيضا في مناقشة مشروع قانون آخر بحيث يقضي بالمصادقة العمرين صدر في عام 2017 وهو مشروع يقضي بتعديل قانون صدر في عام 2006 الخاص بإنشاء شركة الشادية للمحروقات هذا ورغم طرحي العديد من الأسئلة الناقدة لتسير هذه الشركة وكذا عن إمكانية توفير الوقود في كافة الأراضي الوطنية من قبل الشركة إلا أن النواب قد صوتوا بنسبة مئة في المئة لإعتماد المشروع وهو أمر ترك انطبعات جيدة لدى وزير البترول علما أن المشروع الأول أطرها للنقاش من قبل لشنة المالية والميزانية والمحاسبة العامة للجميع الوطنية أما الثاني فأطرها من لشنة الاقتصاد والتخطيط أيضا للجميع الوطنية